موسيقى إذن نستمر بحديثنا أو نبدأ فعليا بحديثنا مع المهندس حنة زرهول مرحب فيك مرة ثانية وصباح الخير خير صباح الخير على كل مشاهدين رؤية القناة المربوقة المعروفة حنة سنبلش أولا بهذا القطاع حجمه في الأردن هل هو فعليا كان متطور تراجع ما تراجع احكينا أكثر عن حالته اليوم وأيضا حالته تاريخيا بسرعة قطاع التاقة المتجددة بالحقيقة ابتدأ أن الناس تطلع عليه مزبوط بالأردن من 2008 لما ارتفعت أسعار النفط لحوالي 143 دولار للبرميل والأردن كان بستورد بهذاك الوقت حوالي 97% من الطاقة فكان لازم يكون هناك بدائل وأنه الأردن بلش يعتمد على حاله وكان في استراتيجية بال2007 عملت عشان استراتيجية الطاقة ورجعت تعدلات بعدين على فترات زمنية لكن الحدث اللي أدى إلى أنه القطاع ينمو هو صدور قانون الطاقة المتجددة بها 2010 كان قانون مؤقت وبعدين جلالة الملك في 2012 وبقى القانون وبالتالي انفتحت المجال للناس إنها تيجي وتستثمر فوجود القوانين والتعليمات والتشريعات هي اللي ساعدت على أنك تقدر تجلب هاي الاستثمارات وتفتح مشاريع الطاقة المتجددة واليوم أعتقد إحنا وصلنا لحوالي 1590 أو 1600 ميجا وات مركبين طاقة متجددة بالأردن سواء كانت رياح أو طاقة شمسية منهم حوالي 650 ميجا هدولة عبارة عن مشاريع عملوها الناس سواء المشاريع النقل بالعبور حوالي 230 ميجا 250 ميجا والباقي كان عبارة عن مشاريع الناس اللي ربطوها على العددات أصاف القياس حوالي عم تحكيناك عن 350 كمان ميجا فعندك حوالي 650 ميجا اليوم تقريبا من هاي هلا بالألفين وتسعة عشر بدايتها قرر المجلس الوزراء إيقاف مشاريع الطاقة فوق الواحد ميجا سواء كانت طاقة متجددة أو غير الطاقة متجددة وكان الهدف من الإيقاف هو إعادة دراسة الاستراتيجية وإيش احتياجاتنا لأننا تنسيش أنه الأردن موقع عقود مع شركات توليد وموقع عقود لاستيراد الغاز كمان ففيه التزامات هاي الطاقة لازم إنه أحدا يستهلكها وحتى تقدر ترجع المصاري والإنفاسمنت للناس حسب هاي فلما طلعت إيقاف هاي المشاريع صار فيه تباطؤ بالنسبة لهاي المشاريع واللي زاد التحدي شوي إنه الشبكة عندنا محدودة فبالتالي بطلنا نقدر نحط مشاريع جديدة على هاي الشبكة تقنيا مع أنه هاي إلى حلول ويمكن حلها لكن كذلك كان عندك أنت الدين والعبئ اللي بتعاني منه شركة الكهرباء الوطنية نبكو اللي كيف تترجع تدفع هذا الدين إذا ما باعت كهرباء أكتر وباعت سعار واللي بزيد الأمور كمان شوية تعقيدا إنه عندك أنت اليوم حوالي مليونين وثلاثمائة ألف مشترك منهم أربعمائة وخمسين ألف مشترك يعني حوالي الربع هادولة بيستهلكوا أقل من تلتمائة كيلو وات أور وهادولة مدعمين يعني الأفريج تبع الفاتور تبع الكيلو وات أور تبعهم بيطلع ثلثة أرش ونص فإنما التكلفة تبعت الكيلو وات أور وواصلة للمستهلك عبارة عن عشر أرش ونص فبالتالي هادولة عملية استنزاف بالزمنات كان المستهلكين الكبار بيعودوا عن هاي الفرقية ما بين التكلفة وما بين الدعم اللي عم بيصير كونه إنه التعرفة تبعتهم كانت أعلى كانت سبعة وعشرين أرش وعشرين أرش لكن هادولة التعرفتهم عالية اتجهوا وركبوا طاقة متجددة حتى يخفضوا التكلفة عليهم حتى يقدروا ينافسوا فهاي بالمجمل العوامل اللي أدت إلى إنه عم بتباطئ وكيف بنا نقدر نورجي حلول واليوم اللي عم بيحكوه كمان إنه عنا قدرة على التوليد أكتر من الاستهلاك تبعنا نعم مع إنه بالحقيقة أنا بتطلع إلى إنه قدرتنا على التوليد يدوب تكفي الاستهلاك تبعنا والسبب واحد إنه إنتي لما بتوصل لي عندك الحمل لحوالي 3450 ميجا زي ما أعلن قبل فترة إذا ضفت عليهم الـ 650 ميجا تبعون السولر فإنتي أردي وصلت لحوالي 4000 ميجا تقريبا وإنتي الكباستي حاليا تبعت هيك الكباستي عندنا الموجودة حوالي 4200 ميجا أنا ما بدي أزعيشكم بالأرقام بس الأرقام بتحكي إنه لولا وجود الطاقة المتجددة إحنا لا سمح الله لما ارتبعت عنا الأحمال كان ما قدرنا نلبي الطلب فبالتالي كان لازم نعمل بعض الإطفاءات في بعض المناطق حتى نقدر نعادل ما بين الإنتاجية والحمل بالنسبة للطاقة نعم هندس نحنا يعني زميلنا محمد فعوري كان موجود بالشارع وسأل أسئلة لكثير من المواطنين حول رأيهم بهذا القطاع وأيضا الطاقة الجديدة بدنا نشوف شوي من آراء الناس حول هذا القطاع ومن ثم نعود لنستكمل حوارنا يقدر خبراء الطاقة أنه رح تتغير الاستثمارات بالطاقة المتجددة حبينا ننزل على الشارع ونسألهم شو رأيهم بالموضوع خليكم معنا فكرت اتركب خلايا شمسية عشان تولي الطاقة داخل بيتك؟ نعم فكرت شو صار معك؟ مكلفة ويعني لو الحكومة بتساعد شوية ركزوا على ناس معينة يعني أنه يعطوهم مساعدات بتركيبها بس مش لكل فئات يعني لو صح لك تركب تركب؟ أه أكيد فكرتوا تركبوا خلايا شمسية بالبيت عشان تولدوا طاقة كهربائية؟ لا والله طب لو صح لك؟ أه طبعا أكيد هنا أكيد أي شيء فيه تطور أي شيء فيه أشياء فيها للأدام وفيها توفير برضو على الناس منيحة بس لازم أنه تصير فيها رسوم تشجيعية سواء من الحكومة تدعم أو أنه نفس التكنوفي تكون أقل على الشعب عشان بالنهاية أنه ينتشر هذا الموضوع حجي نسل لك سؤال فكرت تركب خلايا شمسية ببيتك عشان تساعدك بتوليد الكهرباء؟ والله والله ما فكرت طب لو صح لك تركب؟ والله من تعرف الأيام هذه الاقتصادية يعني صعبة جدا شوالي يعني مكلف؟ اه طبعا لو صح لك تركب؟ أنا أقول لما صحي لمصاربها لك طبعا أغفر على حالي هالمدة هاي لا والله ما بطلعش عليك كثير يا ناصر ما بطلع عليك كثير طب لو صح لك تركب؟ يعني إمكانيات بالسامحة والله يعني مكلف؟ مكلف ها هو كل الاحتراف فكرت طيب إيش المانع كان؟ يعني لا سعار شوية غيرها مكلف ها مكلف جدا طب لو صح لك تركب؟ أه بركب لا والله ما فكرنا طب لو صح لك تركبوا؟ والله هي ممكن لا والله ما عندي استعداد لأنه الوضع مش مش مشجع يعني مكلفة؟ مكلفة ما معي فيه يعني أنا عندك سخان شمسي الحمدلله يعني وفر عليك كهرباء كتير كنت أشغلت سخان كهرباء لا سخان شمسي الحمدلله رب العالمين والله هي أنا فكرت بس أنا لحالي بقداش أنا في أمام جموعة في العمارة يعني عندي خمس ست شوية شوية إذا بشاركوا معي ممكن أركب ماذا هي السبب أنك ما أركب؟ السبب أنه في شو صاري مكلفة يعني؟ والله هي مكلفة لو صح لك لو صح لك لو صح لك يتركب خلايا شمسية ببيتك عشان يساعدك بتوليد الكهرباء بتركب؟ آه بركب بس هي المشكلة لفلوس بس يعني يعني مكلفة؟ طبعا مكلفة شايف أنت مش مكلفة؟ يعني فكرتوا بالموضوع كتير فكرنا آه طبعا أنت لما يصير تأتيك الفاتورة أصلاً ستين و سبعين دينار غير لما أنا تأتيك أربعة و خمسة ينير على الفاتورة لما تركب خلايا شمسية صح؟ موسيقى إذن مهندسين كانت هذه إراءة المواطنين وكلها بتتمحور حوالين فكرة أنها هي مكلفة أما هم مقتنعين بالفكرة لتوفير طبعاً على نفسهم مكلفة ما الجواب؟ هلأ الحقيقة هي مش مكلفة يعني لأنه المردود تبحى للمستهلكين خاصة الكبار بخلال سنتين و نص ثلاثة ماكسيماً بيكون مرجع تكلفة المشروع بينما للمواطن العادي لأنه الشريحة تبعتهم أغلبهم 300 كيلوات وأقل فهي مدعومة فأنتي عم بيقارني بـ 3.5 هلأ في برامج موجودة عند وزارة الطاقة سواء عن طريق فلس الريف أو عن طريق صندوق الطاقة المتجددة اللي بدعموا هاي المشاريع بحوالي 30% من قيمتها هن بدعموها حتى فيه للناس اللي أقل حظاً عم بركبونهم 2 كيلو ببلاش تقريباً وإحنا عم بركب يعني مشاريع زي هيك فبالتالي عم بحاولوا يساعدوا يعني اليوم فيه حوالي 17 ألف مشروع مركب بالهاي الأغلب كلهم من مشاريع الصغيرة 2 كيلو والهي فالحقومة عم بتحاول تساعد هاي هي الإشكالية هي اللي عنا إحدى الإشكاليات الرئيسية اللي هي بالتعرفة الكهربائية والتشوه الموجود بالتعرفة الكهربائية اللي موجود الأسعار اللي عنا ولأنه كان فيه ناس بيدعمو ناس وهالأيامات فكرة الدعم لازم تكون بطريقة مختلفة يعني الناس اللي بيحاجة للدعم عن جد لازم ندعمهم لكن الناس اللي عم بيستهلكوا وما بيحاجة للدعم ليش يدفعوا كمان سعر التكلفة سعر الأقل من سعر الكهرباء هذا الحكي بيصير حسب شو؟ أصلاً هو بده يتم الفرز على هذا لا يعني كيف دعم الخبز بيكون موجه يعني الدعم يجب أن يكون موجه لهاي فأنا مثلا عندي ببيتي أنا بستفيد من 300 كيلو وط أور مع أني أنا قادر أن أدفع حق ل300 كيلو وط أور بالسعر العادل تمحل 10 إيروش 11 إيروش وكثير ناس زي يعني إذا عدلنا التعريفة هاي بنقدر نساعد الناس المحتاجين اللي عن جد بنقدر نفتح المجالات أكتر بالنسبة لمشاريع التقل المتجددة إذن هذا واحد من الحلول لتعزيز المشاريع التقل المتجددة إن التعريفة مشوهة والتعريفة يجب أن تعدل على بطريقة أنه الدعم يوجه لمستحقيه فقط الشغل الثاني اللي بنقدر عشان نقدر إنه نرفع من الطاقة المتجددة ونصير نعتمد على حالنا أكتر لأنه الطاقة المتجددة إحنا بنجيبها من الشمس أو من الرياح اللي عنا حاليا وهدول ما في تكلفة علينا لقلنا كمستخدمين لأنه بعين نظام كهربائي في عندك أنت اللي هو البلانت أو اللي بتولد الطاقة الكهربائية بحاجة لوقود وبعدين في عندك يعني وقود في عندك بلانت وفي عندك بعدين شبكات التوزيع اللي هي وبطلع عندك الكوست أو التكلفة إذا كان الوقود ماعتمد على الوقود الأحفوري يبدأك تدفع حقه مصاري يكتدفع حقه دولارات لأنك الدعم تستورديه مش عندك سواء كان بترول ولا غاز بينما إذا كان الوقود حق الصفر اللي هو من الشمس أو من الرياح فاختلفت المعادلة كليا صح ولا لا فبالتالي بالمستقبل أو إنه مع الوقت بيصير أندي تكلفة الكهربائي عليك أقل لأنه الوقود راح صار لهاي فإحنا لازم نستغله هاي اليوم إحنا وصلنا تقريبا حوالي عشرين بالمئة من الكهرباء استهلاك بيعتمد على الطاقة بتجدد وبالنسبة للأردن إشي كتير منيح وإحنا بالنسبة للفرد استهلاك الفرد بالنسبة للطاقة المتجددة من أول الدول بالعالم على هاي الإشي الرئيسي إنه لازم نحافظ على هذا الإنجاز والنمية لأنه اليوم الكهرباء مش بس عبارة عن شغلة بنستهلكها عشان مثلا التلفزيون الغاز السخان الجلاي هي عبارة عن أساس للاقتصاد والكهرباء النظيفة بترفع من القيمة الاقتصادية تبعتك لأن الكهرباء النظيفة إحدى خصائصها وإحدى الشغلات التحدياتها إنها مش متوفرة دائما مش بيس لود أو مش إنه الحمل الأساسي تبعها لا التشريعات ولا التشريعات لما طلعت التعليمات والتشريعات للطاقة المتجددة لفتحة الأبواب وصولا نقدر نعمل ونستثمر الآن إحنا بحاجة لتعليمات وتشريعات عشان التخزين بحاجة لتعليمات وتشريعات كيف المستهلك صار منتج للطاقة مدام صار مدش بيقدر يبيحها بيقدر يعني لما أنت خلف تنزلي تكلفة الطاقة على الناس صار عندهم زيادة بالقيمة إنه بالدخل تبعه بيقدر يصرفوا على شغلات تانية يصرفوا على تعليم بلاده ويصرفوا على تحسين الصحي فالاقتصاد الدائري الكل بيستفيد منه بشغل الناس أكتر لأنه أنا صار عندي البرودكت تبعي منافس صرت أبيع أكتر أشغل الناس أكتر صار الناس عندي في معهم مصاري زيادة بيقدروا يصرفوها اللي زادت مربحيته بيقدر يورد ضريبة أكتر للحكومة فهذا عبارة عن اقتصاد دائري متكامل ولازم نطلع عليه بالطريقة هاي واحد الأسس اللي بتبني عليه هاي وجود طاقة نظيفة ذات تكلفة رخيصة إذا في مجال مهندس تحكي لنا عن نماذج إذا موجودة في العالم عنده اليوم تعتمد بشكل كبير جدا على الطاقة النظيفة المتجددة وقدش فرأت معها اقتصاديا وقدش فرأت معها أيضا بيئيا هلا يعني أحسن نماذج ممكن بتطلع عليه الناس تقريبا ألمانيا ألمانيا في أيام تيجي عندها 100% من السهلة كمنطقة المتجددة يعني دوبل دوبل أرلندا نفس الشي عندها كمان بريطانيا اجت عندها أيام إنها بتعتمد كثير على الطاقة المتجددة خاصة على الطاقة الرياح على الآي هلا هدولة الدول ولا يزالوا بيستثمروا يعني هلا كمان صار بيستثمروا مثلا الدول الأوروبية يحطين 140 مليار دولار للاستثمار في الكلين هيدروجين أو البلو هيدروجين بيسموه عشان أن يحاولوا الاقتصاد تبعهم على الهيدروجين الصين قبل كم يوم أطلعت الخطة تبعتها عشان تحولها للاقتصاد الهيدروجيني أميركا نفس الشي لأنه نظيف الهيدروجين إذا خاصة إذا كان إجا من الطاقة النظيفة المتجددة هلا بتقدر أن تخلق الهيدروجين كمان عن طريق الوقود العفوري بس ما بدهم الألمان ولا بدهم الأوربيين ولا الأمريكان ولا الصينيين أنت بس طلع على جائحة كورونا شو عملت بالعالم لما الناس قادت ببيوتها الطبيعة يعني زي ما تقولي سيطرت وانتعشت يعني فهذا بيعطيك مثل على أهمية الطاقة المتجددة وعلى أهميتها وعلاقتها بالسوسيو ايكوناميك أو بالاقتصاد للناس النفسي الاجتماعي الاجتماعي الاقتصاد الاجتماعي اللي برفع من مستوى الإنسان كمان على هاي بس كل هذه الخطط لازم تكون بعيدة نحن نحكي إنه إمكانية أن تكون الدولة تعتمد بشكل مية بالمية على الطاقة النظيفة هو إشي قابل للتحقيق هل هو قابل للتحقيق في منطقة مثل أشرق الأوسط أيضا ضمن السياسات الاقتصادية الموجودة بديش أحكي السياسات الاقتصادية الوضع الاقتصادي عشان السياسات بتتغير أما الوضع ثابت أنا من الناس اللي بؤمن إنه يمكن حتى إذا بتطلع على التقارير العالمية الفين وخمسين كتير من الدول الأوروبية هتكون معتمد بمية بالمية على الطاقة هاي بس حتى تعتمدي على الطاقة المتجددة بالطريقة هاي بدك تعمل إحنا المسلموي إشي اسمه إلكتريفكيشن أوف دا إيكانومي إيكانومي إلكتريفكيشن يعني كهرباة الاقتصاد بشكل عام يعني النقل يكون على الطاقة المتجددة على الكهرباء يكون السياحة الفنادق الإمباكت تبع الطاقة المتجددة الحلو فيه إنه كمان بيفتح لك مجالات كتيرة إنك تعملي دراسة وأبحاث وتطلع منتج جديد ليش؟ لأن الطاقة زي ما قلت لك طاقة متجددة طاقة مش دائما موجودة إنترمتنت بسموها على الهاي وجودها بيخلق تحدي صح ولا لا فإذا أنا عملت مشاريع تقزين هي خفافت من هذا التحدي لكن الأهم بكرة أنا لما أصير أولى الطاقة وأبيحها لجاري مثلاً وما يكون عن طريق البلوكشين ولا عن طريق هاي في برنامجيات لازم أعملها صح؟ في ناس حتعمل يعني الانتكشوال بروبرتي تبعت ايك عم بتزيد وعم بتآد فاليو وهاي الفرصة اللي موجودة للأردن اليوم خاصة إذا شبكنا مع الدول اللي حوالينا وصلنا بننبيحهم بتعمل تريدينج للطاقة بنعمل تريدينج للطاقة كمان داخل الأردن ليش لا؟ إذن عضو مجلس إدارة جمعية إدامة للطاقة والمياه والبياء المهندس حنة زغلول كنت معنا في أصل الحكاية اليوم تشرفنا فيك شكراً جزيلاً أهلاً وسهلاً